الثالث الابتدائي الترمي الثاني اكتشف سلاح التلميذ درس 106 المحور الرابع الفصل الثاني الدرس السادس أجزاء الكمبيوتر نشاط تعرف مهام أجزاء الكمبيوتر ثم أجب هل تعلم أن نظام الحاسب الآلي الكمبيوتر عبارة عن مجموعة من الأجهزة والأدوات والبرمجيات التي تعمل معا لأداء مهمة أو وظيفة مثل إدخال البيانات والمعلومات وإخراجها ومعالجتها وتخزينها وتتكون الأجزاء الأساسية في الحاسب الآلي الكمبيوتر من اللوحة الأم تمثل المكان الذي تتصل وتتواصل به كل مكونات الكمبيوتر وحدة المعالجة المركزية CPU تعد بمثابة عقل الكمبيوتر حيث تتبع الأوامر وتدير المعلومات ترسل وحدة المعالجة المركزية البيانات إلى وحدة الإخراج وحدة التخزين تقوم بتخزين البيانات مثل برامج الكمبيوتر على المدى الطويل زاكرة التخزين العشوائي RAM تقوم بتخزين البيانات على المدى القصير حتى تتمكن وحدة المعالجة المركزية من استخدامها الشاشة وحدة إخراج تسمح للمستخدم برؤية النتيجة لوحة المفاتيح وحدة إدخال تستخدم لنقل البيانات إلى الكمبيوتر أكمل نستخدم الكمبيوتر في التواصل مع أفراد المجتمع من خلال إرسال الرسائل ومحادثات الفيديو يعني إيه الكلام دوات؟ الكمبيوتر عشان يؤدي مهمة معينة 3 زائد 4 يوساوي عايز تقوله الكلام دوات عشان يبدأ يعمل عملية معالجة للكلام دو ويديك النتيجة يقولك 3 زائد 7 يوساوي هتكلمه إزاي؟ هتقوله ده إزاي؟ لازم تدخله كلمة 3 زائد 4 يوساوي عشان هو يبدأ يعمل المعالجة فهتدخله دوات عن طريق لوحة المفاتيح عشان كده بتسمى من وحدات الإدخال ايه تاني من وحدات الإدخال؟ الماوس بشاور بالماوس على حاجة بدوس عليها يعني بتكلمه يعني بدخله حاجة معلومة أنا بقولها له ايه من وسائل الإدخال تاني؟ المايك اللي أنا بتكلم منه دلوقتي من وسائل الإدخال بدخل حاجة للكمبيوتر بدخل بيان للكمبيوتر عشان يقوم بمعالجته ايه تاني من وسائل الإدخال؟ الجيم بورد. الدراعات اللي انت بتستخدمها في لعبة بيس. او بعد اللي بتستخدم فيها الجيم بورد. دخلت له البيانات ديت. المفروض يعالجها. يعني ايه يعالجها? يعني يقوم بحسابيتها بقى. يحسب لي تلاتة زائد اربعة. يسوي كم يعرف ويكلمني بعد كده. معالجة البيان دوت ان هو يقوم بعمل تلاتة زائد اربعة يسوي كم? ده بيتم فين? في وحدة المعالجة المركزية في دي. طب عشان الوحدة المعالجة دي لازم تشوف قدامها الرقم تلاتة واربعة وتقوم ويبقوا بينين قدام عينيها عشان تقوم بجمعهم. بيبقوا موجودين فين في الوقت القصير دوت اللي هي بتقوم بعملية الحساب. بيبقوا موجودين في الرامة مخزنة تلاتة زائد اربعة عشان يشوفها البيانات يبدأ يجمع تلاتة زائد اربعة. زي ورقة كده قدام مكتوب فيها تلاتة زائد اربعة عشان يبدأ يجمعهم. ماشي? وهي ما بيتخزنش المعلومات اذا انقطع عنها الطيار القهربائي. اختصار زاقرة التواصل العشوائي. فاذا انقطعت القهرباء اختفت كل البيانات اللي عليها. عشان كده لو عندنا بيانات خايفين عليها لازم نعمل لها تسييف حفظ. هنا شاف تلاتة زائد اربعة وحسبهم وعرف الحل عرف تلاتة زائد اربعة يساوي كام? عايز يكلمك انت بقى يقول لك النتيجة. يقول لك انها تساوي كذا. هيظهر لك ده بايه? بوحدات الاخراج اللي بتخرج النتيجة اللي هو عملها. وحدات الاخراج اللي هي ايه? اللي هي من اهمها الشاشة. تسمح للمستخدم برؤية النتيجة. هتلاقي مكتوبة على على الشاشة كده? رقم سبعة. لان ثلاثة زائد اربعة بعد ما عمل معالجة لها الكمبيوتر ويعرف انها سبعة بدأ يظهر لك النتيجة على الشاشة. كل العمليات المعالجة بتبقى على برسوسور ده. ايه تاني من وحدات الاخراج? السماعة هو عمل معالجة للفيلم اللي عنده او الاغنية اللي عنده. وعايز يخرج لك بقى الصوت. النتيجة ان هو خرج صوت. فيخرج لك الصوت ده ازاي? عمل معالجة للداتة اللي عنده وصنع منها الصوت وعايز يخرج لك الصوت ده. خرج لك الصوت من الشاشة? ايه الشاشة بتطلع صوت? لا سماعة. فبيخرج لك المعالجة اللي هو عالجها عن طريق السماعة عشان هو هنا بيخرج صوت مش بيخرج صورة. طب احنا عرفنا ان هي سبعة. لو طفيت الكمبيوتر ورجعت فتحته تاني اختفت السبعة هنا. طب انا عايز اعمل تسيف للرقم السبعة ده. عايز اعمل تسيف للنتيجة. هو وصل للنتايج كتير جدا. او انا فتحت برنامج جورد مسلا وكتبت فيه صفحات وصفحات وصفحات. ولو طفيت الكمبيوتر قفلته هتتمسح من عرام فهتزهر لي تاني على الشاشة هنا. فاعمل ايه? هحفظها. هسيفها بشكل نهائي وتبقى متسيفها على طول ومحفوظة دائما على الهارد. عشان كده اسمه وحدة التخزين. تقوم بتخزين البينات مثل برامج الكمبيوتر على المدى الطويل. على المدى الطويل يعني هتفضل محفوظة ان شاء الله على طول لغاية ما انا مسحة. اللي هي اختصار هارد ديسك درايف. مشغل الاقراس الصلبة. طب الاجزاء دي البيروسوسور والهارد والرامج بيتكلموا بعض. اللي بيوصلهم ببعض ويقدروا يتكلموا بعض اللوحة الام. البوردة. كل الاجزاء دي بتتوصل بالبوردة. البيروسوسور بترشق في البوردة. الرماد بتترشق في البوردة. الهارد دي بيتوصل بكابلات على البوردة. وبالتالي كل الاجزاء اللي في البوردة تقدر تتكلم بعض عن طريق البوردة. الاسم العلمي لها ماذر بورد. بورد. لوحة ماذر ام على بعض اللوحة الام.